بسم الله الرحمن الرحيم حنتكلم اليوم إن شاء الله عن social phobia كنا في المحاضرة اللي فاتت حكينا عن specific phobia اليوم حنتكلم عن social phobia social phobia according to the DSM-5 the median age of onset in US is age 13 within 75% of those 8-15 years old the onset can either be insidious or sudden onset triggered by a specific event DSM-5 أقول إنه المتوسط أعمار الناس اللي بنصابه ب social phobia هو حوالي 13 سنة 75% من المصابين أعمارهم بين 8 إلى 15 سنة بتكون حدودتها هذه بتكون أحياناً insidious or sudden بتكون نتيجة تأثر أو نتيجة أثر ل specific events أو حدث معين risk factors أول حاجة عندنا family history لو جيتنا تتأخذ family history من الأشخاص هذول هتلاقي إنه في في العائلة أو في يعني أحد لو في أطراف العائلة أو من نفس العائلة هتلاقي في ناس عندهم هذه المشاكل سواء الأخواء أو الأعمام أو الأخواء يعني في بستر في هذة الفاملة إنه حدا منهم عانى من السوشيال فوبيا negative experience children who experience testing bullying rejection radical or humiliation in addition other negative events in life such as family conflicts trauma or abuse إنت حتلاقي في negative experience هتلاقي الناس اللي وقع عليهم أو لعانوا من التنمر أو آآ للأطفال لعانوا من منبوذين منبوذ في الأسرة سواء مثلا واحد آآ هو شخب هو منبوذ أحيانا نحن في عداتنا ودخاليدنا آآ أهله بالشاء وممنه أو أبوه منجوز مرتبوه أو حاجة زيهيك فبتلاقي هذل الأطفال رجيكتد آآ أنه هو أهله ما بعملوه أو يعني ما بساوي في المجتمع حاسس حاله أنه أجل من الناس أو أجل من الآخرين كمان في مشاكل تانية اللي بتكون الفاميلي بروبلوم زي الفاميلي كونفليك آآ الصراعات اللي دام في العائلة الأبو كل يوم اللي هو عامل إشكالية كل يوم اللي أم عردانة الأم عردانة وهكذا كمان بنلاقي في حالات التروما أو الأبيوز الحاجة الثالثة اللي هو تيمبرمنتل children who are shy withdrawn or restrained when facing new situations or people may be greater risk هذول الناس كمان طباعهم في ناس خلص هو طباعه في طبع معين تلاقيه هذا الشخص دائما بخجل لو حكى مع أي حدا نحط في أي موقف معين تلاقيه صار وجه رحمر ومش عارف يحكي كلمتين على بعض بطمل في الأرض ما برضاش ما بتطلعش في الناس وبحاول دائما أنه يتهرب من هذا الموافق المواقف هذول العيان للأشخاص هذول بكونوا ريسكي للسوشيال فوبيا الحاجة اللي بعدها نيو 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 سوشيال أو ور ور ديمان واحد واحد اشتغل في شغل شغلانة جديدة أو واحد اشتغل شغلانة جديدة أو طلب منه تطلبات جديدة في العمل having an appearance or condition that draws attention هذه كمان برضو بعانوا منها بعض الأشخاص هذول الناس تلاقي عندهم البدي اميج أو صورة الجسم عنده في اشكالية معينة فيها هذه الحاجات عادة احيانا بتكون شائعة للناس اللي تكون عندهم البدي زي ما حكيت البدي اميج في مشاكل في شكله واحد مثلا بعرج واحد فيه عيب معين فيه وهذا العيب بشد انتباء الناس فممكن بتلاقي الناس هذول بخافه من السوشيال حوبيا حتى مش احيانا مش العيوب احيانا الاشياء الجمارية اللي في الشخص مثلا لون عينيه او لون شعره معين او شكله يعني هيك ملفت للانتباه فبتلاقي الناس هذول برضو رسكي تهاب اه سوشيال فوبيا رسك فاكتور according to the DSM 5 temperamental equalities of fear of poor social evaluation and inhibition الحاجة التانية child maletreatment including beer abuse in recreational risk factors for social phobia but casualty cannot be verified ايش يعني معنات هذا الكلام يعني احنا بنقول احنا في هيك مساءة معاملة الطفل سواء من الاخرين اللي حوالي الاهل او المجتمع جران تبعين الطفل او مساءة معاملية معاملة الاقران اقران هذا الطفل اللي يعني الفسن اللي بلعب معهم تعتبر احد عوامل الخطر اللي الها علاقة بال social phobia ولكن حتى الان ما تقدر تتحق و تقدر تجزم انه هذا يعني من احد risk factor يعني ما تقدر تجزم انت خلاص انه هذا واحد في مساءة معاملة اهل اولو او الاخران اللي معاه دائما محتخرين ودائما بطردوب وخليه يلعب معاهم خليك عشاقة بحطوه مثلا بلعب وقورة بحطوه في مثال او في اشي مش نافع او خليك وقف انت حارس مرمى او زي هذا الحاجات لها علاقة بتكون risk في لل social phobia لكن لا نستطيع ان نجزم بذلك الحاجة الثالثة there appears to be genetic bases thought could be speculated that social anxiety is also learned behavior فانا بقول انه حتى social anxiety او social phobia وهذا انه عبارة عن سلوك متعلم يعني ايه سلوك متعلم يعني انت لو في حدف العائلة نفسها عنده social anxiety او social phobia او حدا من اصحابه او حدا من جرانه او من حواليه ممكن الطفل يتعلم هذا الشيء ويصير هو مصاب فيه الحاجة الرابعة الوبزيتي او السمنة symptoms في عندنا emotional symptoms and behavioral symptoms symptoms of social anxiety disorder can include resistance fear of situation in which you may be judged تخاف من situation اللي ممكن انت تحس حالك انه انت تحاسب فيها او تنتقد فيها وطبعا جماعة هالواحد انت لما بتكون انت situation او في موقف انت بتحس انه انت لو اخطأت او عملت سلوك معين ممكن انك انت تتحاسب عليه فهذه المشكلة انك انت غالبا ما بتقع في الاخطاء او يعني لا تتصرف بالسلوك الطبيعي اللي لو انت ما كان عندك احساس انه انت ممكن تتحاسب او ممكن تنتقد عليه او ممكن حدا ينتقد ك او يحكي عليك او كده وبالتالي بتلاقي حالك تجع فيه زمان بقول اللي بخاف من الشيء بطلع له worrying about embarrassing or humiliating yourself يعني معناته لقل المرضى هذول ببقى قلقان worrying about قلقان من احراج النفس او اذلال يعني هو ببقى متوقع انه حاسس حاله انه شكل عن الناس يعني واحد في situation معين ايش بتجيب له اخلاق النفس انه قلقان على حاله انه يحرج نفسه او يذل نفسه في موقف معين لكن اظل الناس هو بكون abnormal مش طبيعيا بالمرة وبالتالي هو بدائما يعني بحسب حسابات لقدام كثير ودائما بحسب الحسابات السيئة وزي ما قلت انا اللي بخاف من الشيء بطلع له هذول الناس بخاف لا يتفاعل او يحكي مع الناس الغربة لا اعني غرب يعني عمره ما شفوش يعني بس واحد مش من اهل الدار او جاي ضيف عليهم عم وخال وكده بتلاقيه هو بخاف اه يحرج او بحس يعني بنوع من الخوف الشديد انه يقعد عندهم بيحكي معاهم بخاف انهم يسألو Fear that others will notice that you look anxious كمان بكون حساج جدا بخاف ان الاخرين لاحظوا على ان هو قلقان مرتبك مش طبيعي Fear of physical symptoms that may cause you embarrassment such as blushing sweating gibbering and having shake voice اذول كمان الناس بصير عندهم بخاف من physical symptoms اللي بتظهر عليه زي وجهه بتلاقيه بحمر اه بابدأ يتعرق اديه بابدأ يرجفن وصوت حتى صوت لما بيحكي بتلاقي صوت هيك متحشر صوت وبزي زي بيرجف يعني بتكلم اش كلام عاديك مرتاح أو بيحكي بصوت مرتاح وهذا تلاحظ عليه وزي ما قلت انا برجع اقول هو بخاف انه الفير that others will notice that you look anxious وبالتالي بيقع في المطب نفسه وفعلا بلاحظوا علي الاخرين الحاجات هذه برضاش يعمل اشياء ويحكي مع الناس ليش في خاف من كله نتيجة تخوفه من الخجل انه هذا من خاف انه لاحظ عليه خجلان وبالتالي بيقول لك احسن حاجة انت ما تحكيش او تعمل شيء يعني خليك حياتي والافضل انه اهرب من المكان او انسحب من المكان بكون احسن ببعد عن الحاجات اللي بيخاف انه يكون هو يعني هو الاساس او المحور الاساسي فيها زي ايش فالوه الواجه وقال لو الله بدأ نعمل لك عيد ملاد ف ما برضاش لانه في عيد الملاد كل التركيز حيكون عليه هو وبالتالي هذا سيخربط كل عيراته فبقول لك اسلم طريقة أنا مع بديش having anxiety in anticipation of a feared activity or event enduring a social situation with intense fear or anxiety spending time after social situation analyzing your performance and identifying flaws in your interactions هدول الناس فيهم هذه خاصية هذه من مزعجة جدا تلاقي هذا الشخص في أي situation وقع فيه وصار له ما قد يحدث حدث ما قد حدث لما يروح أو يخلب نفسه بيبدأ يحلل في هذه الأمور كيف كان أداءه كيف كان تصرفاته دائما هو طبعا يبقى يلوم نفسه أو يحس أنه تصرفات من الصحيحة أو تعطيه بالدخل وفي خلق أو نوع من الخلق الصحيح مش كويس ولي بأثر على سلوك وبأثر على أداء وبأثر على تصرفاته بالعكس بيصير هذه المواقف بعد ما يحلل ولي بحالة أنه هو يقنع نفسه ويصل لمرحله أنه لم يتصرف أو لم يتصرف بالطريقة الصح فبيحاول في المستقبل هذا الأمور يتجنبها ويبعد عنها دائما دائما بتوقع الشيء الأسوأ يعني هو لو بدنا نحطه في موقف معين هتلاقي بقولك أنا ما حسير أعرق حسير وجه أحمر أحمر حسير أداء يرجف وبالتالي هذي بيعمله نوع من أو هذي بتكون نتيجة اللي هو أخذها من مواقف تالي خلاص بيصير أي موقف بنحط فيه باللقي صار بتوقع أنه يصير عنده أشياء معينة وبالتالي بيحاول أنه يتشرد عن هذه المواقف بتنتابي الطفل نوبة من الغضب بتلاقي الطفل لم يحط في هذي المواقف بتلاقي بيقضب بتعصبا بيمسك في أبو وأمه بعصق فيهم وكأنه حدا بدي يخط أخوه وحدا بدي ياخده وبعدين ما برضاش يحكي ما برضاش يحكي لو سأله عن اسم واسمك ايش أو كده أو قولنا مش عارف ايش أو يحكي يعني ممكن يرفض تماما انه يحكي في هيك موضي في هرص بضله ملزق في أبو وفي أم وإذا موجودين خايف غضبان بنرفز بتلاقيه زيه وملزق فيهم ومبديوش حدا يحكي معاه ومبديوش حدا يكلمه وهو بديوش يحكي مع حدا ولا بده يكلم حدا الفيزيك هالسيمتمز بلاقي عند الشخص ببصير عنده بصير عنده بصير وجه أحمر بصير عنده زيادة ضربات القلب بصير أكتر من مية تربلينج سويتينج أبسط استمك ورنوزيا بصير عنده مشاكل في المعدة بصير عنده نفسه ما يعبد ينتج بصير نفسه مش طبيعي بتلاقي نفسه في المواقف هذي بتلاقي نفسه ببدا يزيد ببدا هو بحسنه بتنفسه بصعوبة ببضل يتنهد كتير بصير عنده دوخة وبصير عنده شوية صداع feeling that your mind has gone blank بحس انه رأسه فاضية بحس قولك والله أنا حاسس رأسه فاضية والله ما نعرف يعني مش قادر مش قادر أجمع مش قادر في عنده مشكلة بصير عنده مسل تنشين بتلاقي انه دايما جسمه مشدود according to the SM5 criteria of social anxiety disorder include persistent intense fear or anxiety about a specific social situation because you believe you may be judged embarrassed or humiliated or humiliated avoidance of anxiety producing social situation or enduring them with intense fear or anxiety excessive anxiety that's out of proportion to the situation هذه مهمة جدا دايما بيجي في الأسئلة انه ما بكون excessive anxiety that's out of proportion to the situation ما في بكون يعني نسبة ما بين أو تناسب ما بين الأنجزاتي and the situation الموجود يعني الشخص لو مثلا واحد بدي يحكي مع واحد دايش يعني دايش بدي يخجل شوية طيب ماشي لكن ما بصير شنو بصير يرجف بصير رجع أحمد رحمة رباب بعرق بتلخبط في الكلام مش عارف يحكي ما بصير شفترض يعني هذا عراض مبالغ فيها جدا اللي بتظهر عند الأشخاص فذول أعراض مبالغ فيها جدا قياسا مع situation اللي هون حط فيه anxiety or distress that interferes with your daily living هذا بتأثر على حياته اليومية fear or anxiety that is not better explained by medical condition medication or substance abuse يعني المفروض كمان هان نتأكد أنه هذا الشخص ما فش عنده مشاكل معينة medical problems أو medical condition مشاكل طبية جسدية أخرى هو أو بياخد علاجات معينة أو بياخد معاني من سوء استخدام أشياء معينة يعني معاني من سوء استخدام عقاقير معينة بيشرب حاجات معينة إلى آخر من سوشيال فوبيا عشان الشخص السوشيال فوبيا في عندنا ثلاث حاجات في هيك أمر أو في هذا الموضوع ثلاث حاجات هذه ضروري جدا إنه يعني لما بدي يقول أنا والله هذا الشخص بعاني من سوشيال فوبيا لازم تكون ثلاث حاجات هذه موجودة عنده أول حاجة مارك الآن بيرزيستان تكون واضحة ومستمرة الأعراض اللي عنده بتكون واضحة مستمرة اللي حكينا عنها قبل واضحة جدا أي واحد بلاحظها مثلا في حط معين بدي يحكي بدي يحكي مع الناس بدي يحكي مع كده فبتبدأ تظهر عنده الأعراض هذه واضحة بروفك باي فوبيك سيميولاس هذه الأعراض بتظهر آثارها لو نحط في هذا الموقف إيش يعني لو جيت أنت تحكي مع شخص نفسه يعني أنت هل هي الموقف اللي حط فيه تقعد تحكي أو في أي موقف من مواقف السوشيال فوبيا هل بتعتقد أنه هذا يعني أنه تصرخ هذا كان أو أو اللي ظهر عليه هل هو معقول يعني ممكن يصير هي فأقول أخو والله هو الصحيح أنه أنا بعترف أنه لا لكن ايش بيد أنا مش قادر خلاص بيصير معي زهيك طب يعني السوشيال فوبيا ومنسمي إحنا كل موقف بيعمل فوبيا عند هذا شخص سوشيال فوبيا بنسميه فوبيك سيتيوويشن طبعا هو الشخص بتغلب عليه مشكلة أخرى الحاجة الثانية انترفير وإذ بيرسون روتين بإلو علاقة بتقرب أو بتدخل أو بأثر على البييرسون روتين مثلا الديل روتين اللي بيعمل بتخرب وبيعمل أشياء معينة كل يوم بصير أفكت ممكن ما يعني وإذا كانت مثلا كل ثلاثة أربع طيام بيحل ببطل لإحلق الأطفال واللي بحمم يوم بعد يوم بيخف الشغلة هذي ببطل لإيقص ضافره ممكن إسلام ما يفرش هنش حتى كمان في الوظيفة تأثر وظيفهم هذول الناس و كمان علاقاتهم الاجتماعية وإلى آخر الوظيفة الوظيفة على الفunction الحياة هذا الشخص بنسحب منه وما لوجه علاقة فيه كومليكيشن لا سلف استيم هذول الناس بيكون عندهم لا سلف استيم تقبيره لذاته أو نظرته لذاته بتكون نظرة سلبية يعني بيحتقر نفسه بس بطريقة يعني معدلة ترابل بينج أسيرتب هذول الناس بيكون يعني من أسيرتب إيش يعني نن أسيرتب عندنا فيه أسيرتب and نن أسيرتب بالعرب بترجموه بقول عنه السلوك التوكيدي أو السلوك الغير توكيدي هذول ترابل بينج أسيرتب يعني ما بقدر اشعب يصير عنده مشاكن إذا لو بده يصير هو أو يسلك سلوك أسيرتب معنات أسيرتب إنه أنت يعني تحكي في قلبك بس بطريقة مؤدبة كيف يعني نحن دائما نحن نحن نقول له واحد بي أسيرتب أنا خليك أسيرتب أنا عشان أكون أسيرتب مثلا على سبيل المثال وأنا راكب في السيارة واللي راكب جنبي مش حاطط كمامة حاططها على دقنه أو حاططها في رقبته فيفترض أول حاجة أن أقول له لو سمحت لبس الكمامة بعدين ما تلزش علي يعني خلي بينا وبينك مسافة هنا أنا بكون أسيرتب أما أنا أقعد أزق حالي على شقة أدير وشعة ثانية شقة يمكن أحط كمامة ثانية هان بكون أنا نن أسيرتب يعني أنت بتعصى حالك وبتزرع حالك وبتعرق وبتضيق حالك وبتحشر حالك في القعدة وأجلان لا تقول له يا لو سمحت لهذا الشخص لو سمحت ألبس الكمامة تبعتها وما تلزش علي مثلا فأنا نحن 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 في وضع الكورونا وبالتالي أو أنا طلعت في السيارة بطل إلا لفيها ولا واحد لا بتكمامه ومش معهم كممات وعادي أنا ما في أي مشكلة أني أقول أني لسوا بلسا محتم أنا بدي نشرك ليه لأنه الموجودين ولا واحد لا بتكمامه وأنا والله بتأسف جدا أنا بخفع حالي إنه أنعدي بهذا الفيروس اللي عين أما مش أركب في السيارة وحطه الكمامة ولا الزغاد ويمكن أغطه وجهي بإيدي أو بكمي أو بكمي أو بجكيت أو حاجة على أساس إنه محدش منهم يتقفس أو نفس حدا ييجي علي والأني هلو صار واحد منهم تحكي بصير أنت لخاطر تنتحر حاجة الثانية نيجاتيب سيل توق يعني دائما كلامه هو لو بدي يحكي مع نفسه دائما بيكون سلبي هو كريتسيزم حساش جدا إنه واحد ينتقده حساش جدا إنه أي واحد ينتقده وماشي احنا عندنا حساسية للانتقاد لكن واحد بتقبلها لكن هذول بيكون مش في الطبيعة يعني أكبر ما عليه ما واحد ينتقده في أي شيء هو خلاص وبدو غطوا وجهه ما بدوش حدا يواجه بالأمور هذا more social skills isolation and difficult social relationship low academic and employment achievement substance abuse such as drinking too much alcohol آخر حاجة suicide or suicide items يعني آدمي الكملكيشن وآخر حاجة بتختتم بالانتحار يعني ممكن يصل لمرحلة أنه هذا الشخص ينتحر prevention there is no way to predict what will cause someone to develop anxiety disorders كل اللي حكناها والحاجات هذه لكن هل هي مية في المية وهي خلاص طبعا في الشيء نقدرش نتكهن فيها ونتوقعها but you can take steps to reduce the impact of symptoms if you're anxious لكن احنا ممكن نخفف هذه الحاجات او نمنعها بالبدري انه التالي اول حاجة get help early لو حسيت انه انت بديت تعاني من anxiety المفروض اطلب المساعد اتعرض نفسك على خصائي نفسي وهذا مش عيب الحاجة التانية keep journal keep journal هذا تعمل مذكرات لحياتك جمال واحد لما يعمل مذكرات من الحياة تبعته لسلوكياته كل يوم يبدأ هو لو اطلع عليها بعد فترة ممكن يصير يضحك على حاله من بعض هذه السلوكيات وبالتالي هو هيعدلها هذول اشخاص لو السلوكيات اللي بتحصل معها في اليوم يعني المهم انها يسجله مرة على مرة على مرة طبعا هو هيسجله كل مرة هيجي يسجل حيقر اللي قبل هيلاقي هيطلع باشي معين من التسجيل تبعه وبالتالي هو بيبدأ يوني انتقاد لنفسه ممكن من هذا الانتقاد هو يحاول يحاول يمنع الحاجات هذين هالصير طبعا ليش كل مرة لما اقف بدي احكي مع واحد بيصير معي واحد اثنين ثلاث اه هاي المرة هذو هاي المرة هذي بصير in your life you can reduce anxiety by carefully managing your time and energy make sure that you spend time doing things you enjoy يعني هان في الpriorities انه انت اعمل الpriorities لحياتك اعمل اولويات ليش ما في منع انه انا اعمل الجدول يومي وهذا الجدول بازبط او بازبط انسق الوقت تبعه اه زي انا ما بدي في هذا يعني من هيك منطلق بتلاقي حالك انت حتى كمان انت الطاقة تبعتك اللي ممكن تبعه دايما اظل الناس طاقاتهم بتكون يعني هو بس حاله دايما تعبان دايما مكسر زي هيك ما بدوش احكي مع ناس بعزل حاله وبالتالي لهو عمل هيك ترتيب الوقت وانت خلاص اعمل الجدول اليوم اشو بدي اعمل اعمل وانجزه حتى لو كان بسيط انت حتلاقي اخر نهار لما تيجي تطلع على الجدول وانت انجزت اللي بندك اياه بتنبسط انت حققت الهداف اللي انت عطيتها لحالك وبالتالي هذا بعطيك نوع من الاستمتاع في الوقت وتحس حالك انك بتنجز شيء انت كنت حابب تنجزه افضل انهار سابستانس يوز زي الكحول او دراج يوز اند ايفن كفائين او نيكوتين يوز هذول كلهم كان كوز وورس او وورس انجزيتي يعني الحاجات هذي حاول تبعد عنها طبعا الكحول لازم تبعد عنه بعض الدراج يوز يبعد عنها زي الناركو سوما شابه الكفائين حاول تخففه والدخان برضه حاول انه تبعد عنه تماما وتقلع عنه هذي الحاجات ممكن تعمل عندنا قلق او القلق اللي موجود عندنا تزيده او تخليه يتفاق تريتمان 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 دبينز عن هاو مات سوشيال انجزيتي ديسوردرز افكت سيور ابيلتي التريتمان بعتمد على انه هاد المشكلة انت وقعت فيها قديش تأثر على قدراتك قديش تأثير على حياتك اليومية او بنسميحنا سيكوليجيكال كامسلين فور توك ثرابي والنوع التاني او العلاج التاني اللي هو الميديكيشن ثرابي او بنستخدم احنا الميديكيشن مع السيكوليجيكال ثرابي في السيكو ثرابي او ترغوغنايز اند شينج نيجاتيب ثوتس اباوت يورسل انت بتحاول هاد الحاجات النيجاتي اللي في حياتك الفوبيز اللي في حياتك انت بتفكر بدك تتغلب عليها او تغيرها كيف تغلب عليها زي ما حكينا قبل انه كيف انا يعني ممكن الحاجات اللي انا ابدأ اسجلها يوميا زي ما حكينا قبل انه اسجل الحاجات اعمل نوتة الي اكتب فيها مذكراتي مذكراتي الحياتية اليومية ارتب الوقت التبعي الاخرة اتبع اتبع مذكراتي الحياتية اليومية بدك انت تطور مهاراتك على انه تكسب الثقة في السوشال سيتيوويشن يعني انك انت تبدأ تبعد هاد الاعراض عنك او تبدأ هاد الاعراض تخف او تختفي لو انحطيت في سوشال سيتيوويشن معينة كوجونتو بيهيفور ثيرابي is the most effective type of psychotherapy for anxiety هذا كلام حكناه قبل هيك انه في الفوبيا كلها behavioral therapy cognitive behavioral therapy هو the most effective exposure based cognitive behavioral therapy هان هذه بدنا سنحكي عنها بنوع من التوضيح شوية انه exposure انه انت تتعرض لهذه الاشياء اللي بتعملك ال social phobia كيف في عندنا ثلاثة انواع من exposure النوع الاولان يسموه التعرض الحي انك انت تحط حالك في المشكلة تعرض الحي انت تقوح انا والله عندي social phobia من الخطابة واحكي في مقال قدام الناس اني انا اروح احكي وليكن ما يكن هذا ما سميها تعرض الحي بس هان يعني في التعرض الحي ما بجيش انا مثلا بدي انا بدي احكي انا بسير عندي طينزل حكناها لو حكيت جدام جمهور هلقيت الحل اني انا اروح اتعرض لهذا الموقف احط حالي فيه طب هلا احط انا مثلا بدي احكي في الاذاعة المدرسية اروح امسك السماعة واحكي قدام خمسمائة او ستمائة طالب طبعا مش المطلوب منك في هذا المرحلة هي المطلوب منك في هذا المرحلة انه تحكي امام مجموعة صغيرة من الطلاب يعني انا بدي اقول خمس ست طلاب بعدها اشتري خمسة عشر طالب بعدها بتحكي في الصف بعدين تبدأ الامور يعني تبدأ الامور انت الاعراض اللي كنت تحس فيها هتلاقيها بدأت تخف هذا بنسميه تعرض الحي تعرض الحي زي ما حكيت بتحكي قدام الناس اللي انت كان عملا لك المشكلة او بتسير معاك هذا الاعراض فيها لكن المجموعة بتدلل زي ما حكينا احنا قبل انه في الفوبيا كيف انا بدي انا بخاف من الفران كيف اتعالج ان انا اعمل اكسبوجر لهذه الحاجات طبعا ببناش الاكسبوجر من اول مرة اجيب الفار وحطه قدام اول مرة بنوريك صورة فار بعدين بنوريك فيديو بعدين بقول لك ارسم النفار بعدين بنوريك فيديو لفار وهكذا يعني تبدأ بالتدريج الخطوة الثانية بسموه تعرض التخيلي يش يعني التعرض والتخيلي يعني بقول له هل جيت انت الخطوة الاولى قلنا له حكنا له قدام بحكي قدام خمس عشر طلاب عشرين طالب هل جيت نيجي للمرحلة التانية بيقول له طب انت تصور انك انت واقف قدام المدرسة تصور او تخيل انت واقف قدام المدرسة في الاذاعة المدرسية تحكي انها وانت بدك تحكي بيتخيل انه كل الطلاب المدرسة وابتين قداما وابقى ابدأ يحكي في الاذاعة المدرسية الحاجة التالتة او الخطوة التالتة بيسموها التعرض الحصري هنا الشخص عليه انه يواجه الاعراض الجسدية اللي بتظهر عنده يحده بواجه يعني خلاص انت هلقيت الاحمرار هذا اللي تصار في وشك وزايدت ضربات للقلب وعرقة وصيرت ترجف منك تواجه الحاجات هذه هذه لازم ممنوع تصير عندك هذه الحاجات ممنوع تصير عندك ولازم انت تتغلب عليها ويتواجهها يعني هو في داخله بيبدأ هو في داخله انه بيبدأ يستهجن هذه الحاجات وبحسنا فعلا هذه مش طبيعية وليش يصير انا معاي وحيبدأ يواجهها يعني يمكن هذا اللي الطريقة من الطرق الناجحة جدا واللي بتدينا نتائج منتازة جدا في الميديكيش يعني مش مطلوب منكو كثير بس مطلوب اللي تتعرفوا على ايش انواع الميديكيشن فقط الفيرس شويز ميديكيشن اللي هو اس اس آر اي اس زي الباكسيل اور الزلفت طبعا مش مطلوب منكو كتف يعني الباكسيل او الزلفت بس هذا للعلم لو انت حدا سألك لا يشاط العلاج لا يشكده والله هذا بنعطى عادة بنعطيه للسوشال فوب مثلا انت مطلوب منكو تعرف ان الفيرس شويز ان ميديكيشن اللي هو سيلكتف سرطنين ريبتاك انهبترز اللي اس اس آر اي اس دي سرطنين ان نور ابريفرين ريبتاك انهبترز اللي اس آر اي زي اللي فيلا فكسين الفينلا فاكسين اللي هو الفكسور اكس آر او may be the option او an option of social anxiety disorders النور ابريفرين النور ابريفرين بخفف الاعراض اللي حكينا عنها زي زي اذا ضربات القلب وا 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 الى اخر to reduce the risk of side effects your doctors may start you at low dose of medication and gradually increase your prescription to full dose يعني هم ببدأ عادة عشان نخفف side effect بنعطيش هاي doses او جراءات عالية في بداية العلاج بنبدأ جراءات قليلة ومن بعد هيك نبدأ نزيد هذه الجراءات it may take several weeks to several months of treatment for your symptoms to noticially embryo يعني انت هتاخدو العلاجات هذي هذي ممكن تقعد من several weeks to several months من بضعة أسابيع ممكن لها بضعة أشهر عشان تزول هذه الأعراض في علاجات أخرى زي علاجات الأنتي ديبريشن they may have you may have to try several different anti-depressants to find one that's the most effective for you with the fewest side effect نحن عادة anti-anxiety medication نستخدم البنزو ديازيبين أو نستخدم البيتا بلوكارز اللي هو الأدرينالي إن شاء الله بنكون خلصنا هذه المحاضرة بظل علينا محاضرة الأخيرة إن شاء الله وبنكون بهيك أنهينا المساقة كل السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة